السلام عليكم يعطيكم العافية بهذا الفيديو رح نشوف كيف ممكن اليوزر سواء كان admin أو agent كيف يغير password الوغن للويب بورتال تابعه بالنسبة للأيجنت والأدمن عموما هم نفس الطريقة لو أنا بصفحة الأيجنت بيج زي ما احنا شايفين رح نروح هون رح نضغط على change password رح أحط هون old password بعدين new password وبكرر new password الباسورد كمان مرة بعدين بضغط على change my password وهيك رح يتفعل الباسورد الجديد طبعا نفس الشي بالنسبة لو user admin أو supervisor سواء ضغط هون بنفس الطريقة أو لو رح على الادمن بورتال فيه كمان change password يعني سواء من صفحة الأيجنت أو الادمن ممكن اليوزر يغير الباسورد تابعه الـ login الخاص فيه وهيك من كون شرحنا كيف ممكن اليوزر يغير الباسورد لوجين لليوزر الخاص فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر